وللمزيد حول استيلاء الميليشيات على أملاك الدولة وجوامع ومساجد العراقيين ينضم إلينا عبر سكايد من إسطنبول الكاتب والبحث السياسي حسين السبعة وإهلا بك سيد حسين يعني بحسب مرصد أفاد فإن أحزابا متنفذة وميليشيات استولت على آلاف العقارات العائدة للدولة بأي حق يتم الاستيلاء على هذه الأملاك؟ وهل عمليات الاستيلاء هذه تبرر الاستيلاء على أملاك المواطنين بعد تهجيرهم؟ تفضل السبب هو ضعف الحكومة الحكومة هي أضعف حلقات الدولة العراقية وبالتالي هذه الميليشيات هي الحاكمة الحقيقة بل هي الوجه الحقيقي للنظام في العراق هذه الميليشيات تنطلق من منطلق ديني عقائدي تعتبر هذه الأموال غنائم بدليل أنه لا يوجد أي مرجعية دينية شيعية قد استنكرت أو رفضت هذا الأمر قد جثت أخذ الخمس منهم لهذا السبب أنه هي الوجه الحقيقي للنظام وتعتبر هذه الأملاك هي أملاك ضمن غنائم قد حصلت عليها من هذا المنطلق تنطلق هذه الميليشيات وكما قلت لك أنه لم نسمع أي مرجعية قد استنكرت أو رفضت أو كان لها موقف واضح وصلب من نهب أموال الدولة وأموال المواطنين سيد حسين ماذا يعني برأيك أن تمتلك جهات وصفة بالمتنفذة أن تمتلك أختاماً حكومية ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني غياب الدولة الختم هو رمز الدائرة أو رمز الوزارة ورمز الدولة إذا أي جهة تمتلك ختماً إذن ألغت الدولة ومؤسساتها هذا ألغاء لمؤسسات الدولة وهذه الأختامية كانت سبباً في نهب أموال الناس وأموال الدولة وخاصة في مجال الأراضي الاستثمارية التجارية ولاحظنا كانت هذه الأختام تأتي من بغداد إلى المحافظات تأتي أوراق مختومة كاملة من بغداد إلى المحافظات وهناك من متعاونين معهم من ذوي النفوس الضعيفة من داخل هذه المدن ويستولون على الأراضي الوقفية والأراضي الدولة يعني قاصة المواقع التجارية المهمة هذا نهب صريح للدولة ولكن أنا أكرر أقول أنه هذا هو نجح الحقيقي للنظام في ظل تملك جهات متنفذة أختاماً للدولة ماذا بقي من مفهوم الدولة بحسب العلوم السياسية والدستورية سيد حسين؟ لم يبقى مفهوماً للدولة الدولة تعرف من خلال مؤسستها والمؤسسة تعرف من خلال ختمها الرسمي إذا الختم الرسمي بيد الصراق وبيد اللصوص غام مفهوم الدولة وهذه الجريمة تعتبر جرائم منظمة لكن هذا هو الحال في العراق يعني جرائم المنظمة على كثر وجرائم ضد الإنسانية على كثر ولا يوجد لا أحد يحاسب ولا أحد يراقب وكما ذكرت لك أن الحكومة ضعيفة جداً والبقية الجهاتية عامل مساعد لهم مثال صارخ على عمليات الاستيلاء سيد حسين هذا يعني ما حدث في جامع الرحمن في المنصور كما تعلم كيف تنظر إلى هذه الحادثة؟ وإن الوقف السني منها؟ يعني هو النهب بعد النهب أموال الدولة التجارية والزراعية وغيرها لجوا إلى هذه المقدسات هذه المساجد والجوامع التي دور العبادة أولو ليس لديه محرمات أبداً أما موقف الوقف السني أنا الحقيقة من بعد 2003 لم يصل إلى وقف السني أي شخصية عدد الدكتور عدنان الدليمي رحمه الله كان حريص على الوقف ولهذا سبب استبعد أما البقية فأغلبهم جاءوا من أجل منصب وهو مستعد للتنازل وهذا لاحظناه عبر مسؤولية الوقف السني من بعد 2003 وأكرر يعني أستثني من ذلك الدكتور عدنان الدليمي رحمه الله البقية كلهم جاءوا من أجل منصب ومستعد للتنازل ولا يأتي أحد في أي موقع من المواقع حتى في الوزارات ليس فقط في الوقف لا يتولى أي شخص من العرب سن أن يكون مستعد للتنازل عن حقوق المكون الآن التنازل عن مقدسات هذه المكون وهي مقدسات حراقية ليست فقط مختصة بالمكون لكن هذا السبب هو سبب تنازل للوقف السني أو سكوته أو غضل الطرف أما تقوم به الميليشيات لهذه المساجد والدور العبادة السؤال الأخير سيد حسين يعني إلى أي مدى ترى أن غياب الدولة بمعناه الإصطلاحي ترك المجال للميليشيات حتى تعبث بأماكن العبادة والتراث أيضا السبب أولا أنه غياب مفهوم الدولة قديم هو منذ 2003 وإلى الآن الدولة غائبة كيان حقيقي يحمل مواطنين ويحافظ على حقوقهم والسبب أنه إيران هي لا تريد للعراق أن يكون دولة لأنه هي حريصة على تهديم الدولة طبعا إيران ومعات المتحدة حريصة على تهديم الدولة وتقسيمها وتجزئتها وجعلها فوضى وتحويلها من الدولة إلى اللا دولة هذا هو السبب لأنه العراق لو عاد وأخذ دوره الطبيعي في المنطق أعتقد له دور كبير وهذا ما لا تريده لا إيران ولا بعض دول الجوار الكاتب والباحث السياسي حسين السبع وكنت معنا أبراسكايب من إسطنبول شكرا جزيلا لك